بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم شباب معاكم جيمز ديزاينر الكل يتذكر عندما قمنا ببناء المدن او باستخدام بناء المدن عن طريق وين موشن وبرضو عن طريق سيتي انجن والكل طبعا استغرب انه موجود برامج تقدر تصنع مدن بهذا الشكل المبدع ومن دون اي تعب يذكر يعني تخيل نفسك انك تنشئ مدينة بشوارعها بمدنها بحدائقها كل ما عليك فقط انك تنقل هذه المدينة من سيتي انجن او تاون موشن الى الانريل انجن وبهذا الشكل يكون عندك مدينة كاملة من دون اي مجهود يذكر طبعا الملاحظ هنا ان احنا عندما انشأنا هذه المدن بشكل مبسط عن طريق سيتي انجن والتاون موشن جاءتني رسائل كثيرة جدا عن طلب انشاء مدينة بشكل خاص لهم طبعا في تلك الفترة كنت شوية مشغول وما اني قادر اني انشأ لكم اي مدن او اني ارفقها للتحميل للاستخدام الخاص والتجاري الان فكرت فيها فحبيت اني اعطيكم هدية هذا الهدية عبارة عن مدينة قمت بانشاءها بشكل مصغر عن طريق سيتي انجن والتاون موشن ثم نقلتها نقل مباشر الى الانريل انجن المميز في هذه المدن اللي ينشأها سيتي انجن انها تكون اخف بكثير من المدن المنشأة عن طريق الانريل انجن لانها ما راح يكون فيها اضلع كثيرة وعدد الصور فيها محدود لذلك عملية تحميلها وثقلها على الرام راح يكون افضل واخف بالعودة الى الانريل انجن مثل من شاهدها هذه هي المدينة اللي قمت بانشاءها مدينة مصغرة طبعا لحد الان انا ما استخدمت المدن الكبيرة في حالة انكم رغبتم باستخدام المدن الكبيرة ان شاء الله راح في المستقبل برضو يعني بعد فترة وجيزة من استخدامنا للسول جيم او لعبات السيوف راح انشئ لكم مدينة اكبر من هذه بكثير واحاول اني ارفقها لكم حتى تقدرون تطلعون على الفرق الفضيع بين انشاء المدن المصغرة وانشاء المدن الكبيرة طبعا هذه مثل من شاهد ليست الا مدينة مصغرة هذه المدينة المصغرة بامكانك تتحكم فيها وبامكانك برضو تستخدمها استخدام شخصي وتجاري برضو وتنشئ فيها لعبتك مثل ما نعرف ان المسابقة السنوية الثانية القناة على وشك انها تبدأ لحد الان طبعا ما وضعت اعلان لها خاص ولكن باذن الله رح يكون الاعلان قريب لذلك اللي حاب منكم اني يستفيد من هذه المدينة بانشاء لعبة خاصة في يشارك فيها في المسابقة او بانشاء لعبة خاصة من دون المشاركة في المسابقة فهذه الخريطة هدية له مني باذن الله بامكانه تصرف فيها كما يشاء في معظم الحالات انت لما تتحكم هنا بالخريطة حتلاحظ ان في بعض الكائنات ما يوجد فيها كولوجين فكل ما عليك مثلا على سبيل المثال انك تحدد الكائن هذا مثلا وتروح عند البيانات الخاصة للكائن وعند استاتيك مش تضغط على استاتيك مش هذا ثم تنزل اسفل عند الكولوجين وتروح الى كولوجين كومبلاكست وتحدد هنا يوز كومبلاكست كولوجين از سيمبل ثم تقول له سيف طبعا هتعمل هذا بشكل دائم مع اغلب الكائنات الموجودة هنا مثلا عندي هذه العمارة بامكاني استخدم هذه العمارة واضغط هنا حنلاحظ ان عندي عدد معين من العمارات المشابه لها فانزل اسفل برضو عند كولوجين واحدد يوز كومبلاكست كولوجين على السيمبل طبعا هذه الحركة مفيدة لك انها تعطيك كولوجين للكائن نفسه بحيث ان اللاعب ما يقدر يخترق هذا الكائن الارضية انا ضبطها لكم مثلا من شاهد خلونا نبدأ هنا اللاعب لاحظوا انا قمت بتضبيط الارضية يعني ان حدث فيها خلل معين فهذه عاد مهمتكم بنفس الطريقة تقوم باصلاحه يعني تحدد الكائن هذا اللي فيه خلل ثم تضيف له كولوجين مثل ما عملنا من شوي طبعا هذه المدينة مثل ما قلت لكم هدية لكم هي تعتبر مدينة مصغرة في حالة انكم رغبتم بامكاني اصنع لكم مدينة كبيرة اكبر من هذه حتى فقط تشوفون الفرق الشاسع بين انشاء المدن الصغيرة والكبيرة طبعا هذه المدينة المصغرة رغم منها مصغرة الا انها كافية انك تصنع فيها لعبة ضخمة جدا يعني الضخامة اللي فيها مهولة يعني شبيهة بجتي اي فايف طبعا هنا لاحظوا ان فيه خلل اغلب الخلل الموجود هنا نتيجة نفس المادة هذه او الكائن هذا انزاح الى اليمين او الى الشمال كل ما عليك انك تحددوا وترتبوا على المكان المناسب طبعا هو يحتاج فقط ازاحة خلوني اشوف موقعه هنا فقط اني افيدكم كيفية تعديلة هنا فقط نحدد هذا مثلا برضو بامكاني اعدل هذه يعني لو نشاهد ان هذه وهذه اتوقع انها مزاحة فنقدر نعدلها بالضغط هنا طبعا عملية تعديلة شوية يحتاج منكم مجهود ولكن مجهود يستحق يعني لان اغلب الكائنات هنا شوية فيها بعض الاخطاء الطفيفة بقية الاخطاء طبعا بامكانك تعدلها بنفسك مثلا هذه العمارة نازلة تحت بامكانك تحددها كده وترفعها طبعا تحدد المضمون كله وترفعه او انك تميلها برضو هذه الكائنات الموجودة هنا اغلبها كائنات ملها داعي او تعتبر اشجار فبامكانك تحدد هذه الكائنات ورح حذفها بالنيابة عنكم برضو هنا فوق العمارة مثلا في ارضية كذا بامكانك تحدد هذه بشكل مفرد لانك اذا حدرت هذه لوحدها حتتحدد وياها كائنات ثانية في اماكن مختلفة مثل من شاهد هنا فخليك على حذر يعني اما انك تفصلها عن بعضها البعض او انك تشوف لها حل اخر هذه هنا برضو بعض الكائنات طبعا هي فيها اخطاء فبامكانك انك تعمل زيادة هنا او مثلا تضيف لكائن اخر يعني بلان تضيف لبلان من هنا وتعدل على البلان من نفس اللون فكل هذه بامكانك تعملها اذا حبيت انك تستخدم هذه الخريطة استخدام خاص في العابك طبعا اغلب الكائنات هنا انا اعطيتهم كولوجين مثل من شاهد لو نروح هنا لاحظوا موضوع للكولوجين المطلوب بس يحتاجي لبعض الامور مثل العمارة هذه والعمارة اغلب العمارات انا ما اضفت لها كولوجين فكل ما عليك انك تضيف لها طبعا كولوجين حتكون الخريطة خاصة للاستخدام بالاضافة الى انه في بعض العمارات موجودة في المنتصف هنا بامكانك هذه تشيلها واضيف لها هنا لاند اسكيب بحيث انك تغطي المساحة المفتوحة اللي هنا فوصلت التحميل ان شاء الله لهذا حيكون موجود بالاسفل على اصدار 4.26 في حالة انك رغبت انك تفتحها على الاصدار الخامس انا طبعا ما جربت ولكن بامكانك تغير الاصدار نفسه بحيث انك تروح الى نفس المشروع بعد ما تقفله طبعا تروح الى نفس المشروع وتضغط عليه وتختار تغيير الاصدار وتحدد الاصدار الخامس ثم تفتحه مرة ثانية على الاصدار الخامس او انك تاخذ نسخة منه حتى لا يخرب عليك المشروع ثم تحول النسخة الثانية على الاصدار الخامس وتتأكد هل انها فعلا هتشتغل على الاصدار الخامس او لا فهذا كل شيء لهذا اليوم اتمنى يكون هذا المشروع نال اعجابكم ومثل ما قلت في حالة انكم رغبتم ان احنا نعطيكم مشروع اخر لنفس العينة ولكن لمدينة اكبر من هذه ولو انه اتوقع ان هذه المدينة هتكون كافية لكم ولكن اذا حبيتم مدينة اكبر منها وفي طبعا مدينة اكبر منها بعشرة اضعاف فبلغوني بالوصف وان شاء الله فتقبل القريب وحاول اني انشئ لكم مدينة اضخم منها واكبر منها لاستخدام التجاري او الشخصي هذا كل شي اشوفكم على خير معاكم جيمز ديزاينر مع السلامة